أمين عام حلف النيتو ينس ستولتنبرج ادعى لعقد قمة رئال أعضاء الحلف النهاردة عشان يتم منقشة الوضع في أوكرانيا والخطوات اللي المفروض يتوفقوا عليها وقال إن القمة هتناقش إجراءات حماية الحلفاء في الواقع الجديد وفسر التوصيف اللي قاله الواقع الجديد بإن أوروبا ستكون مختلفة بعد اللي حصل مبارح يمكن نتبع الآن على الشاشة صور مباشرة من العاصمة موسكو عاصمة روسيا وأيضا كييف عاصمة أوكرانيا